عدنا إليكم مشاهدين الكرام مرة أخرى لاستكمال هذه التغطية وأيضا النقاش حول الخبر الرئيسي لهذا اليوم والذي كان قبل حوالي ساعة ونصف من الآن إعلان استقالة بني جانتس وآيزين كوت من مجلس الحرب المصغر دلالات هذه الاستقالة كيف ستنعكس على هذه الحرب وكيف ستنعكس على الداخل الإسرائيلي أيضا في هذا السياق دعوني أرحب بضيفي عبر الإنترنت من رامالله اللواء واصف رائقات الخبير العسكري والأمني أحييك سيادة اللواء كما أحيي ضيفي عبر الإنترنت من حيفا سيد أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بالكنسة الإسرائيلي أهلا بك معنا سيد أيمن اسمح لي سيادة اللواء أن أبدأ بسؤالي الأول لسيد أيمن عودة أتذكر في حوارات سابقة معنا سيد عودة قلت أن لحظة خروج بني جانتس وآيزن كون من هذه الحكومة ستكون هي لحظة مفصلية وحقيقية في سير هذه الحرب وحتى في استمرارية حكومة بن يمين تنياو برمته فضلا عن اشتعال الشارع الإسرائيلي هل فعلا حانت هذه اللحظة الآن بخروجهما من الحكومة؟ أهلا بك أخي الكريم وجميع المشاهدين أولا طبعا هذا ما كان ليحدث لولا صمود ونضال الشعب الفلسطيني عندما يناضل المتهدون يحدثون اختراقات وتصدعات لدى المتهدين هذه حكمة تاريخية وجربت عبر مئات وألاف النضالات الشعوب عبر مسيرة الإنسانية الآن هذا الأمر كان متوقعا ولكن برأيي هناك تأخر كبير ومن شأنه أن يساعد نتنياو نوعا ما بماذا أقصد؟ لو كان هذا الخروج من الحكومة قبل شهر على سبيل المثال لكان هناك مساحة أطول من أجل إسقاط هذه الحكومة لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا الآن في الدورة الصيفية البرلمانية الدورة الصيفية سوف تنتهي في 25 تموز هذا الأسبوع يوجد عيد خاص في اليهود بعد ذلك يوجد عيد الأضحى يعني سيتبقى شهر واحد لهذه الدورة الصيفية هل نتنياو ممكن أن يدير الأمور خلال هذا الشهر من أجل أن نخرج إلى العطلة الصيفية من البرلمان لمدة ثلاثة أشعر وبهذا لا يمكن إسقاط هذه الحكومة الحكومة تسقط في المرحلة البرلمانية وليس في العطلة البرلمانية فبهذا المفهوم هناك مساعة لنتنياو ولكن أريد أن أشير بأن المتطرفين جدا أخص بين كفير واسموتريتش كانوا يستطيعا أن يلعبا دور المعارضة من الداخل أي أن يعتمدا على وجود حكومة واسعة أن يتصرفا أمام جمهورهما بأنهما غير راضيين عن الحكومة هذا الأمر انتهى الآن هذه الحكومة ستكون شرسة للغاية حتى أكثر من ذي قبل ولكن هذا الأمر سيورطه أكثر وأكثر هذا مثل العالق برمال متحركة ويغوص أكثر وأكثر قصة وأن الرأي العام الدولي سيضغط بقوة شديدة فهذه الحكومة ليست مع المركز يسار الصيونيين وإنما هي حكومة يمنية متطرفة جدا هذا سيساهم بعزلها دوليا أما بالنسبة للسارع الإسرائيلي فأنا متأكد تماما أنه منذ نهاية الأسبوع القادم ستكون بداية مظاهرة مئات آلاف الإسرائيليين ومن ثم مظاهرات مليونية متكررة حتى إسقاط الحكومة ابقى معي سيد عودة سيادة تلوى تأثير هذه الاستقالات في الحكومة سواء من بني جانتس أو عايزين كتوة من آخرين على سير هذه الحرب لعلك استماعت إلى سيد عودة عندما قال أن من الممكن أن تكون هذه الحرب أكثر شراسة طبعا ستة سبعة وثلاثين ألف شهيد وأكثر من ثمانين ألف مصاب أكثر شراسة لا نعلم كم سيقتلوا من الشعب الفلسطيني لكن على آية حال تأثير الاستقالات على سير الحرب كيف ترى سيادة التلوى؟ تحياتي أخي أحمد لك ولي ضيفك العزيز الأخي من أنا أعتقد أنه يمكن أن نراها من زاويتين زاوية الواقع الذي يعيشه الآن الجيش الإسرائيلي وخاصة أن من استقال هما رؤساء أية أركان جانس كان رئيس أية الأركان عشرين عسكري له زملاء وأصدقاء في الجيش الإسرائيلي وكذلك أيزن كوت كان رئيس أية أركان وكلاهما سيؤثران على أصدقائهما بالجيش وسيكون نماذج لضباط في المستقبل هذا من جانب من جانب آخر ما قاله جانس تحدث بنقطتين مهمتين عن واقع الجيش الإسرائيلي تؤكد عن الحالة الضعف التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي وهي حينما قال نتنياهو يعرقل القرارات الاستراتيجية ثم أضاف وقال نأمل أن يفعل نتنياهو نتنياهو وقلنت الخطوات الصحيحة ماذا يعني ذلك؟ نتنياهو السياسي وقلنت العسكري حتى تكون إسرائيل بخير إذن كل الخطوات التي اتخذها نتنياهو كسياسي وقلنت كعسكري كوزير دفاع هذا يعني أنها خطوات خاطئة وهذه التي أوصلت الجيش الإسرائيلي إلى طريق مزدود في تحقيق الأهداف وهي التي أجبرت أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي أن يقولوا أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى طريق مزدود وقالوا أكثر من ذلك لا يوجد حلول سحرية للمقاومة الفلسطينية فبالتالي حينما يتحدث جانس بهذا المفهوم أنا بتقديري وقبلهم استقال أهرون حليفة رئيس شعبة الاستخبارات وهو خزان المعلومات الأمنية والاستخبارية هو لم يستقيل لأنه فشل يوم سبع عشر هو استقال لأنه وصل إلى قناعة بعد أكثر من ستة أشهر أو سبعة أشهر لما أعتقد أن الجيش الإسرائيلي وبقاءه في قطاع غزة هو عبارة عن استنزاف وخسارة ليس خسارة فقط في الأرواح البشرية وبالمعدات القدالية وإنما في الصورة النمطية لحيبة الجيش الإسرائيلي هذا الكيان الصهيوني الذي يرتكز على ثلاث ركائز منها الركيز الأولى الجيش فبالتالي حينما يكون رئيس هيئة الأركان رقم عشرين وهو جانس ويتحدث بهذه اللهجة وقبله هليفي هذا يعني أن لديهم معلومات أمنية واستخبارية حقيقية عن واقع الجيش الإسرائيلي وعن الخسائر التي مني بها وعن توقعهم أيضا الخسائر التي سيمنى بها الجيش الإسرائيلي إذا ما استمر في قطاع غزة لفترة أطول هذه قيمة أنا بتقديري الاستقالة من ناحية عسكرية أما من النواحي السياسية والنواحي البرلمانية أنا أعتقد أن الأخ أيمن يعني وضحها بشكل يعني موسع وأنا أعتقد أنه الموضوع العسكري في هذه المرحلة بالتحديد سيكون ضاغط على نتنياهو أكبر بكثير من الموضوع البرلماني لأنه خسارة الجيش الإسرائيلي هي خسارة للكيان الصهيوني ليس فقط على مستوى قطاع غزة وإنما على مستوى العالم العالم الآن كله يراقب ويشاهد المعركة الآن على الفضائيات في كل بيت تدخل ويشاهدون تماما من يقتل ومن يعتمد على الدبابة والمدفع والطائرة ويختبئ بآليته ومن يقاتل في الميدان ويبث بالصوت والصورة ويتحدث عن معاركه وعن بسالته وبطولاته للعالم كله فبالتالي نحن نتحدث عن جيش كان يعتبر رقم 18 في العالم ورقم 4 بالشرق الأوسط أنا أعتقد بعد 247 يوم في غطاء غزة وبعد مواجهته للمقامة الفلسطينية وما مني به من خسائر في الميدان ونا لا تحدث عن المجازر والجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي هذه يصنف بها على أنه الجيش الأول في العالم في ارتكاب المجازر وبالخزي والعار لما قام به من مذابح ابقى معي ستلواء أما الآن فينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن مايكل مورروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق للشرق الأوسط مايكل أحييك على الجزيرة مباشر وللحقيقة دعني أبدأ معك بفكرة انسحاب جانس وعايزنكوت من الحكومة الإسرائيلية المصغرة مايسمى بحكومة الحرب تأثير ذلك على سير الحرب هل من الممكن أن نقول أن صفحة التفاوض والطرح الأمريكي قد طويت الآن بخروج من كان يؤيدها آيزنكوت واجات وسنرى مزيد من الحرب خلال الفترة القادمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أم ماذا من وجهة نظرك؟ أولا شكرا على دعوتي وأن أتحدث مع هؤلاء الضيوف الذين معك أظن بأن بني جات كان متماشيا مع الموقف الأمريكي فيما يتعلق بكيف ينبغي متابعة هذه الحرب وأيضا الخطط لمبعد الحرب أنا لا أظن بأنه كان لديه نفوذ كبير على رئيس الوزراء نيتنياهو لكنه حاول بكل تأكيد أن يكون له نفوذ لكن نيتنياهو يرى بأن الجانب اليمين من حكومة الحرب هو أكثر أهمية من هؤلاء الذين هم في الوسط الذي كان يمثلهم بني جاتس بكل تأكيد وبالتالي نيتنياهو كان يرى اليمين هو من يبقيه في السلطة وأيضا ولكن سريحا هو الذي يبقيه من قاعة المحكمة حيث يمكن أن يواجه جرائم تهم على جرائم التي تركبها إذن أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تود أن ترى كانت تود أن ترى لغانس مسيد من نفوذ لكن الآن بعد تركه الحكومة لكن مع دعوته للانتخابات تأمل أن تكون هذه الانتخابات ما بين نيتنياهو وبين غانس ابقى معي مورو سأعود إليك سيد أيمن عودة إذا حاولنا أن نستقرأ ما هو قادم قادم العيام إذا صح هذا التعبير بعد خروج غانس وعايزنكوت من هذه الحكومة ماذا نقول ما هو السيناريو الذي من الممكن أن يكون أكثر تحققا على أرض الواقع أريد أن أشير بأن وجود غانس وعايزنكوت لفترة أطول مما أرداهما أيضا هو برأي قرار أمريكي بالحيلولة دون تطور تجاه جافة الشمال تجاه لبنان وحزب الله وهذا الخروج يحمل بعض الدلالات بهذا الصدد منها أن يكون أيزنكوت وغانس قد اتفقا مع قيادة الجيش بأن الجيش غير جاهز الآن من أجل حرب في الشمال يعني هذا الخروج هل ممكن أن يكون قبيل حرب في الشمال أم أن هذا يعني بأنه تم الاتفاق على أن لا تكون أنا أرجح الأمر الثاني أنه قد تم الاتفاق على أن لا تكون أما بالنسبة لاستمرار الحرب في غزة الفرق بين الحالات السابقة والصراع بين الدولة الميقة من جهة وبين نتنياهو من الجهة الثانية كان يتميز بأن الدولة العميقة غير مشاركة بتوجهات نتنياهو ولكن لأنها كلها متورطة بالسابع من أكتوبر فهناك دافعية أيضا للدولة العميقة أن تمضي في العرب هذا هو الجديد يعني لو لم تكن هي المتورطة لا توقفت عن ذلك أعتقد ربما بعد الشهر الثاني أو الثالث ولكن من الواضح أن الجيش يبحث بين قوسين عن كرامته وكذلك الأجهزة الأمنية المختلفة الآن بدون شك وأنا أربط هذا الكلام مع ما قاله الأخ واصف عرقات وهو أيضا تحليل سليم بما يحدث مؤخرا أولا بالأمس طائد فرقة غزة أعلن بأنه يريد أن يستقيل قبل ذلك قائد الاستخبارات العسكرية قبل ذلك رونين بار وهو رئيس الشباك والكل تحمل مسؤولية ولكن تميز هؤلاء الثلاثة بأنهم على استعداد لإخلاء موقعهم على الفور هذا يقول بأنهم ينظرون إلى القادم بأنه لا يحمل أملا لو كان القادم يحمل أملا معينا لستمروا من أجل أن يقولوا للمجتمع الإسرائيلي أو للجنة التحقيق القادمة بأننا فشلنا كما تفشل أمبراطوريات كما فشلت أمريكا مع اليابان سنة 41 كما فشلت أمريكا في 11 سبتمبر مقابل القاعدة هذا يحدث للدول ولكن بعد ذلك استدركنا ورتبنا الموضوع بما يليق بدولة قوية ولكن يبدو أن هذا الأمر غير متوفر لهذا فأنا يعني أرجح بأن جانس وإيزنكور تركها هذه الحكومة بعد اتفاق معين مع الجيش خاصة تجاه الجامعة الشمالية ولكن يبدو أيضا بأنه سيكون موقف للدولة العميقة أيضا تجاه استمرار الحرب وهذا ناتج فقط بسبب صمود وبسبب نضال الشعب الفلسطين هناك خبر عجل وريد منك أن تعليق عليه سيد عودة الآن الوزير حلي تروبيير من حزب معسكر الدولة قدم استقالته من الحكومة بعد استقالة جانس وإيزنكور أعتقد أنه من حزب معسكر الدولة نفس الحزب هل لك تعليق على هذا الخبر سيد عودة؟ هل من الممكن أن نرى مزيد من الاستقالات أم لا؟ لا أبدا هذا ضمن المعسكر الرسمي ضمن حزب جانس وإيزنكورت عمليا يعني هم الوزراء الثلاثة هناك أعضاء كناسب ليسوا وزراء الجميع سيستقيل ستبقى حكومة من 64 ولكن الميزة الأستية بأن شديدة التطرف هذا الأمر سيعزلها أكثر وهذا لن يمكن بين كفير واسموتريش أن يوصلان لعبة إزدواجية أن يقولان لجمهورهما نحن نريد أكثر ولكننا لا نستطيع بسبب جانس وبسبب أيزنكورت الآن هما يتعملان مسؤولية مباشرة هذا الأمر سيؤدي إلى التضعض داخل الحكومة ذاتها ومع المظاهرات المليونية التي ستكون بالطبع هذا سيساهم بقوة بتقويد هذه الحكومة مع وجود التحفظ بأننا خلال شهر سوف نخرج إلى عطلة صيفية هذا سيعطي نفسا إضافيا لنتانياو حتى لو طيل عليك أنا أريد أن أسألك سؤالا أخيرا سيد عودة متعلق بكلمة أنت ذكرتها في البداية للحقيقة تبدو مقلقة للغاية هذه الحربة ممكن أن تكون أكثر شراسة فيما هو قادم بوجود بنكفير وسموتريش في القرار الحقيقي والنهاي المتعلق بالعمليات العسكرية اليوم باليوم إذا صح هذا التعبير إذن هذا يعني أننا سنرى مزيد من القتل فوق القتل الذي كنا نرى في صفوف المدنيين ومزيد من الدمار وغلق حقيقي لصفحة الصفقات والمفاوضات المتعلقة بالأسرة هذا صحيح بهذا الشكل؟ واضح أن موضوع الأسرة أصبح موضوع بعيد لأن هذه الحكومة بمواقفها لا تمرن صفقات من هذا النوع وبالنسبة لإستمرار الحرب أنا أقول نعم هناك خطر لمغامرات إضافية صحيح أن هذه المغامرات كما قلت أشبه بالرمال المتعركة أي أن إسرائيل ستغوص أكثر وأكثر بالرمال وستعزل دولية أكثر وسيكون أسهل على القرار الدولي محاصرة إسرائيل كل هذا الكلام سليم ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن لا تقوم هذه الحكومة ببعض المغامرات الحمطاء التي ممكن أن تكلف شعبنا تضحيات جسام هذا كله ممكن أن يحدث يعني استراتيجيا بالتأكيد إسرائيل ستغسر بالتأكيد ولكن هل هذا بالضرورة لا يعني المزيد من الدماء والمزيد من الجرائم ليس بالضرورة هذا ممكن أن يكون يجب أن نكون على استعداد لكل هذه السينيرجوات شكرا جزيلا سيد أيمن عود رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية العربية للتغيير بالكنيسة الإسرائيلي لدينا خبر عاجل وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يواف كيش من يدعو لإجراء هل هو رصيف للأغراض الإنسانية أم مجرد غطاء للعمليات العسكرية لصالح الاحتلال الإسرائيلي هذا السؤال أطرحه عليك سيادة اللواء يعني كل المعلومات تشير وتؤكد بأنه استخدم كغطاء يعني كان هناك غرفة عمليات استخدمت وانطلقت منها أيضا السيارة وانطلقت منها أيضا الطائرات الطائرات الهيلوكابتر التي نقلت المحتجزين والأسرار فبالتالي نحن نتحدث عن مشاركة فعلية وهذا ليس غريب يعني من يزود إسرائيل بالقذائف المحرمة دوليا ومن يزودها بكل العتاد اللازم أنا بتقديري يعني يمكن ويؤكد بأن هذا الميناء استخدم في العملية العسكرية وأنا بتقديري هي أيضا موجهة ضد الأمريكي لأن الأمريكي الذي يتحدث عن أن هذا الميناء هو للمساعدات الإنسانية وتأتي هذه العملية وهذا الاستخدام وهذا الغطاء أنا بتقديري هذا ينسف كل الإدعاءات الأمريكية للمستقبل مر نفس السؤال لك لأن البعض يتحدث عن تقارير تقول أنه استخدم هذا الرصيف البحري العائم الأمريكي بشكل أو بآخر في عملية الأمس التي أدت إلى مقتل 274 أو أكثر من ذلك حتى الآن استشهدوا وأكثر من 600 إصابة هل تعتقد أن هذه التقارير من الممكن أن تكون صحيحة أمريكا أنشأت هذا الرصيف البحري العائم ظاهرا لمساعدة الفلسطينيين وللتقديم المساعدات وباطنا كسطار لمساعدات عسكرية وعمل عسكري لصالح الاحتلال إذن الرصيف العائم بنية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الزائن في غزة حيث المساعدات الإنسانية من الطعام والشراب والدواء لا تصل وحقيقة بأن مروحيات حلقت قرب الرصيف كانت هذه التقارير وهذا ما شاهدناه على تقريركم هذا العلاقة حتى له بالرصيف وإنما كانت قريبة منها وهناك حيث كان الرهائم قد يحتجزه وبالتالي أن نتحدث عن نظرية مؤامرة لا علاقة لها بالحقيقة وسينتكوم قد قالت وبشكل محدد بأنه لا علاقة لعملات إسرائيل بها ولا توجد حتى أدلة على ذلك وكيف يمكن أن يحتاج إسرائيلين إلى رصيف إذا كانوا يستخدمون مروحية لعملية إنقاذ رهائن فبالتالي الرصيف بحاد ذاته يستخدمه بحسب أحوال التقصي في البحر وعلى أمل أن يدخل كميات كبيرة من مساعداته الإنسانية إلى داخل غزة لأولئك الذين هم بحاجة ماسة لهذه المساعدات تتطيق مع طرح موروي خصوصا أنه هو الرجل يقول لا توجد أدلة حقيقية وملموسة على استخدام الرصيف البحري لها المساعدة العسكرية لصالح الاحتلال خصوصا في عملية الأمس السؤال لك سيادة لو أصف ريقات لو لازلت معي السؤال لو سمحتك يا أحمد السيد موروي ضيفي من واشنطن يتحدث على أن كل ما قيل عن استخدام الرصيف البحري العائم الأمريكي لأغراض عسكرية هو كلام لا يستند إلى واقع ولا يستند إلى أدلة ملموسة وإسرائيل من الأساس ليست في حاجة لاستخدام مثل هذا الرصيف لأن لديها من الإمكانيات ما تجعلها قادرة على إنفاذ أي عملية عسكرية دون استخدام هذا الرصيف العائم ما رأيك يعني أولا كل المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ومن إسرائيل أيضا تحدثت عن استخدام هذا الرصيف العائم في العملية العسكرية أما أن إسرائيل ليست بحاجة لا إسرائيل بحاجة وتبت ذلك يوم 17 بعد عملية الطفان الأقصى حين جاء الرئيس بايدن وجاء وزير الخارجية وجاء وزير الحرب واطلعوا على الوضع واطلعوا على الوضع للجيش الإسرائيلي وكيف كان في حالة نفسية وكيف كان حالة العسكرية وهزيمته أمام المقاومة الفلسطينية وبعد مرور 246 يوم أنا أعتقد أنه الدعم الأمريكي هو الذي يثبت وضع الجيش الإسرائيلي حتى الآن أعتقد أنه لا يوجد خلاف حتى أمريكا تتحدث بشكل واضح وصريح أنها تقوم بالدعم المطلق والإسناد المطلق للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة ومسألة فك أسرار هم قالوا ذلك حتى جيك سوليفين قال اليوم هذا الأمر قال أننا قدمنا معلومات ساعدت في ذلك لكن لم يكن لنا تواجد عسكرية على الأرض والقيادة المركزية الأمريكية قالت لم يستخدم الرصيف البحري لأي أغراض وعمليات عسكرية لصالح إسرائيل فقط أردت أن أشير لهذا الأمر تفضل نحن نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي منذ اليوم الأول كان هناك جنرارات أمريكان مشاركين في غرفة العمليات قوات الدلتا في الأيام الأولى جاءت وكان هناك مشاركة في البحث وقيل في تلك الأيام أنهم يبحثون عن الأسرى والمحتجزين عند المقامة الفلسطينية واستحضروا استحضروا روبوتات استحضروا طائرات استحدثوا معدات رقابة وسيطرة استحدثوا كل الوسائل الممكنة تحت عنوان البحث عن الأسرى والمحتجزين لأنه أيضا فيها الأمريكان هذا من جانب من جانب آخر كان هناك صورة نشرت مع بايدن من قوات الدلتا وكانوا يلبسون الزي العسكري ونفذوا عمليات في البداية وبعد أقل من 24 ساعة تم سحب الصورة التي كانت مع بايدن من قوات الدلتا لأنهم فشلوا في البحث أو الوصول إلى معلومات أمنية واستخبارية عن الأسرى وهذه نشرت ولكن سحبت من وسائل الإعلام في دقائق معدودة فبالتالي فضلت نعم أنا فقط حتى لا أطيل على سيد مروي أريد أن أسأل سؤال أخير متعلق بطبيعة الدعم الذي تحدث عنه جيك سالوفين اليوم مستشار الأمن القوم الأمريكي قال أننا قدمنا مساعدة ودعم لإسرائيل في عملياتها بالأمس في اعتقادك مروي ما طبيعة هذا الدعم أنا لا أعرف بكل تأكيد ولكنني يمكن أن أخمن بأنها قدمت معلومات استخباراتية لأن هناك مواطنين أمريكان محتجزون الآن بين دي حماس في غزة وبالتالي أنا أظن وبكل تأكيد لأن دولتنات الأمريكية عملت كل ما في وسائلها من أجل المساعدة في إنقاذ صراحي الأسرى أم اسرائيليا أم أمريكان ولكن هناك طبعا آخرون مزدوجية جنسية من الأمريكان الإسرائيليين لا أظن بأن الرصيف العائم أي علاقة بالمسألة ولا حاجة له هذا الأمر كان بعملية جوية لكنني وافقه بأن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدل كل ما في وسعها لمساعدة إسرائيل في استعادة الأسرى واستعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين نهرائن على ما يبدو أن المساعدة الأمريكية أيضا أدت إلى مقتل ثلاثة من الأسرى لدى المقاومة منهم من يحمل الجنسية الأمريكية يحمل الجنسية مزدوجة إسرائيلية أمريكية على يتحل الحديث بقية مايكل مروي مساعد وزير الدفاع السابق واشنطن كما أشكر أيضا سيادة الواصف رائقات الخبير العسكري والاستراتيجي